عملية نقل الموظفين أو نقل الوزرات إلى العصامة الإدريال الجديدة ده حدث يمكن طال انتظاره من كل المطورين وكل العاملين في القطاع العقاري المهتم أو اللي بيشتغل داخل العصامة الإدريال الجديدة لأن النهاردة أنا عشان أقنع العميل بتاعي بوجودي أو بوجوده داخل العصامة والساس مارو داخل العصامة أنه يكون ناجح لازم العميل بتاعي يكون شايف بعينه حاجة فعلاً بتتم داخل العصامة الإدريال الجديدة لو رجعنا شوية زمان للتجمع الخامس من سنة 98 سنة 2000 لحد النهاردة التجمع الخامس بيتبني ولحد النهاردة نسبة إشغاله حوالي 40 إلى 50% صحيح لكن العاصمة الإدارية لعبة المعادلة بالعكس إيه هي؟ أنه أثناء ما هو شغال في البنى داخل العاصمة والتطوير داخل العاصمة هو شغال كمان في تجهيز وسائل المواصلات اللي حتنقل الناس للعاصمة الإدارية الجديدة صحيح زي المونوريل والقطار الكهربائي وكمان شبكة المواصلات اللي هتتعامل داخل العاصمة اللي هتبقى خاصة بالعاصمة الإدارية فقط كل الكلام ده يهم جدا جدا كل واحد عايز يستثمر جوه العاصمة الترافك بتاعي هيكون شكله إيه؟ عدد الناس اللي هتتحرك حوالي حوالي المحل التجاري بتاعي أو حوالي المكتب الإداري بتاعي أو العيادات الطبية بتاعتي هيكون شكله إيه؟ كل الكلام ده تم تنفيذه بشكل ناجح جدا في العاصمة الإدارية الجديدة عشان كده لما أنا أخد خطوة بنقل الموظفين إلى الوزرات أو نقل الوزرات داخل العصام الإداريلي الجديدة فأنا بدأت في أول خطوة نكحة وصح أن أنا أشجع المطورين لو هم عددهم 300 يبقوا 500 ويبقوا 1000 وشجع كمان العملاء اللي بيشتروا من المطورين دول أنه يكسف العملية أكتر وأنه يتحرك قدام أكتر وأنه يخلي المطور كمان يصرع في عملية البنى أكتر وأكتر لأن العائد بتاعه هيكون أسرع لأنه خلاص المدينة بدأت في التجريح بدأت تشتغل بالفعل طبعا وخاصة كمان يا فاديم أنا أسف طبعا المقاطعة ولكن كان المفترض أنه يتبدأ العمل الوزرات الحكومية تبدأ العمل في العاصمة الإدارية من مطلع 2021 وللأسف تأخر يمكن التأخر ده عمل نوع من يعني الألأ شوية يمكن الملل عند بعض المستثمرين المفروض مستنيين دخولهم للعاصمة الإدارية وأفقد الثقة كمان شوية أو بنسبة بسيطة عند بعض الناس اللي عايزة تشتري وحدات عقارية داخل العاصمة الإدارية خصوصا لو تجارية لأنها هي عايزة تشتغل بالضبط عايزة يشتغل بس خلينا نتكلم شوية أن احنا دولة بحجم مصر وبعراقة مصر نقلت عاصمتها حوالي 20 مرة من العصر الفرعوني للعصر بعدها اليوناني أو اللي هو لما كانت عاصمتنا الأسكندرية ثم سنة 972 ميلادية كانت عاصمتنا القاهرة في العصر الإسلامي من حوالي 1050 سنة العاصمة بتاعتنا ما تغيرتش دولة بحجم وعراقة وتاريخ مصر بتنقل عاصمتها تبقى العاصمة الإدارية الجديدة حدث جلل حدث كبير عشان كده لازم يبقى فيه شوية صبر شوية أن احنا ليه حنروح وليه حننقل وليه حنعمل الكلام ده كله كل ده بياخد وقت أكيد أي نعم الدولة مستعجلة جدا وده حقنا لأن في الأول وفي الأخر هو حلم وحلم كبير ومشروع قومي كبير لمصر طيب احنا مستعجلين ولكن النقل أو أن احنا نشغل العاصمة بطريقة الخطوات أو بطريقة كل خطوة ثم الخطوة اللي بعدها 3 شهور 6 شهور كلام ده صحي جدا لكن حتة أن أعلنت أن المفروض أنا في مطلع 21 عن العاصمة الإدارية ثم لا في 6 21 ثم في الربع الأول من 22 دي شوية اللي تعمل نقطة أو إحباط عند بعض المستثمرين وعند بعض المطورين كمان اللي هم قريدي كان هياخد مثلا مشروع وعايز ياخد التاني لا طب هفرمل شوية طب أرجع للزايد طب أرجع للتجمع الخامس ولكن مش هيبقى سدري مفتوح قوي للعاصمة وأقدر أن أخش فيها بقلب جامل بس برضو لازم نذكر إذا كنا بنذكر التأخر في دخول العاصمة الإدارية لازم نذكر أن في أكتر من مشكلة عالمية هي اللي أخرت ده زي جائحة كورونا طبعا زي ما نعرفين وغيرها من المشكلات اللي أخرت دخول المقر تشغيل المقرات الحكومية في العاصمة الإدارية في الاسمال